فضيلة الشيخ فقكم والله يقول هل صحيح أن الإمام إسماعيل الصنعاني رحمه الله أن الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني قدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن أثنى عليه هو كما شرحت لكم في تطهير الاعتقاد أن الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله قال قصيدة في مدح الشيخ ودعوته فلما جاءت القصيدة شرق بها أعداء الشيخ في بلاد النجد وأرسلوا إثنين إلى اليمن أحد قال له مربد والثاني قال له عبد الرحمن النجدي ولم يلقوا الشيخ محمد بن إسماعيل إنما وجدوا أناساً من أهل صنعاء ممن عندهم شركيات فقالوا لهم إن بن عبد الوهاب هذه نصرته وأيدته ونريد شيء ينقضها فقام واحد من الأشقياء وقال قصيدة تحاكي قصيدة الإمام الصنعاني في وزنها ورويها يقول رجعت عن الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي إلى آخرها ما قال هذا الإمام الصنعاني إنما هذا مفتراً عليه قصيدة ملبسة عليه من الأشرار استجابة لهذين الشقيين الذين ذهبوا من الحسد إليهم وطلبوا منهم انتحال هذه القصيدة الظالمة نعم فقد رد عليها الشيخ بن سحمان بكتاب اسم تبرئة الشيخين الإمامين كتاب جيد رد عليها نثراً ونظماً نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ما يذكر أن أخ الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ألف كتاباً في الرد على أخيه موجود كتاب الآن في الرد عليه موجود الصواعق الإلهية في الرد على الوهاب يالله أعلم هل هو صحيح أنه بالنسبة له صحيح أو أنه مفترأ وكان سليمان في الأول على غير وفاق مع الشيخ لكنه في النهاية تاب إلى الله وتوبته موجودة موجودة بالدرر السنية نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله حتى لو فرضنا لو فرضنا أن سليمان مخالف واستمر على الخلاف هل يضر هذا الشيخ إبراهيم الخليل أليس أبوه خالفه نوح عليه السلام أليس ابنه خالفه هذا ما يضر ترى نعم هذا لو فرضنا أن سليمان استمر على عناده نعم ترجمة نانسي قنقر